اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيث تم عرض اهداف تطوير القطع خلال الفترة المقبلة والموقف التنفيذي للاعمال الجارية في هذا الصدد خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية والتوسع في شبكة الخطوط الجوية وتطوير اسطول الطائرات بشركة مصر للطيران الى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطع واوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه في هذا الاطار بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطع الطيران المدني بهدف الارتقاء بوضايته التنفسية اقليميا وعالميا بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة لسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة اداء العمل وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها الموقع الجورافي لمصر وعلى النحو الذي يعزز التكامل بين قطع الطيران والسياحة ويحقق اضافة ملموسة للدخل القومي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري والامة الاسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد واعرب الرئيس السيسي في تدوينة الله على مواقع التواصل عن امنياته بان يجعل الله العام الهجري الجديد عام خير وازدهار وان تنعم مصرنا الغالية بالامن والامان والاستقرار وجهت سيد انتصار السيسي التهنئة للشعب المصري والامة الاسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد واعربت سيد انتصار السيسي في تدوينة لها على مواقع التواصل بان يعيد الله العام الهجري الجديد بالخير واليمن والبركات علينا وعلى بلدنا الغالي بعث الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ببرقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1445 هجريا واشهر وزير الدفاع في برقية التهنئة الى ان رأس السنة الهجرية تعد مناسبة ايمانية مباركة تفيد بمظاهر الرحمة الالهية وتأصيل سنن العمل والبناء وتحمل السعب لبناء الاوطان لافتان الى ان رجال القوات المسلحة يؤكدون الوفاء بالمهام المقدسة التي يحملون امانتها دفاعا عن الوطن ارضا وشعبا متأسينة بالقوة الحسنة للرسول الكريم في البذل والعطاء لرفعة مصر الغالية والذود عن امنها واستقرارها ودفاعا عن مقدسة شعبها العظيم كما بعث الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القاد الاعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة اطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الصحة مبادرة ميت يوم صحة الكشف عن الامراض المزمنة لاهل محافظة الجيزة بداية من الاطفال حديثي الولادة حتى كبار السن يأتي ذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الاولى بالرعاية والاكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي للنهوض بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للفئات الاكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية افتتح المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية فعليات منتدى مصر للتعدين بنسخته الثانية بمشاركة الوزراء ورؤساء كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء في هذا القطاع الحيوي اكد وزير البترول خلال كلمته ان قطاع التعدين المصري بصدد طرح مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة والاساسية علاوة على الفوسفات والكبريت والبطاس خلال الربع الحالي من العام الجاري مشيرا الى ان منتدى مصر للتعدين يأتي كحدث رئيسي على اجنتة التعدين العالمية والاقليمية وفقا لرؤية واضحة لوزارة البترول لتنمية الثروات التعدينية اكد الدكتور محمد معيت وزير المالية انه سيتم غدا الاربعاء صرف ثلاثمائة وثلاث عشرة مليون جنيه اجمالي قيمة المسندة التصديرية المستحقة لاربع وستين شركة مصدرة تمثل الدفعة الثانية للمستفيدين بالمرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من السابع عشر وإلى الحادي والثلاثين من مايو الماضي واشار وزير المالية الى انه سيتم استكمال الصرف لشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري بالدفعة الثالثة يومي الثاني والثالث من اغسطس المقبل استضافت وزارة التجارة والصناعة اكتماع اللجنة الوزارية للقطن برئاسة وزير قطاع الاعمال العام وحضور وزيري التجارة والصناعة والزراعة واستسلاح الاراضي لمناقشة استعدادات خاصة بتطبيق منظومة تجارة وتدول الاقتراء للموسم الجديد والذي يبدأ سبتمبر المقبل الى جانب تقييم اداء المنظومة التي تم تعميمها على مستوى الجمهورية اشار وزير الصناعة الى انه تم الاتفاق خلال الاكتماع على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث امكانية تداول القطن من خلال البرسة الصلاعية مؤكدا ان المنظومة القائمة لتداول الاقتراء حققت العديد من النجاحات وساهمت في تحسين تجارة الاقتراء ونظفتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد اسعار الاقتراء وربطها بالاسعار العالمية